بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدين والكرام عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكولوجيا برنامج التراسات الإسلامية وعلوم القرآن والشريعة أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات مقرر قواعد فقهية واحد وهذه الحلقة ستكون بعنوان استكمال ما بدأناه في الحلقة الماضية والذي كان عنوانها الأمور بمقاصطها يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تحقق الأهداف الآتية واحد أن توضح أمثلة من استثناءات القاعدة اثنان أن تبين أهم مباحث هذه القاعدة ثلاثة أن تذكر القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها والتحقيق هذه الأهداف سوف تتضمن هذه الحلقة الفقرات الآتية واحد أمثلة من استثناءات القاعدة اثنان أهم مباحث هذه القاعدة ثلاثة القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها والآن نبدأ معك الفقرة الأولى والتي هي بعنوان أمثلة من استثناءات القاعدة عزيزي تارس بما أن القواعد الفقهية أغلبية وأكثرية في أحكامها فما من قاعدة إلا ولها استثناءات وهذه القاعدة رغم أنها أشمل القواعد الفقهية وأعمها إلا أن العلماء رصطوا لها عدة مسائل وتعد من مستثنياتها من ذلك واحد في العبادات التي ليس النية فيها شرط ما يقوله بعض العلماء من عدم اشتراط النية في الوضوء وكذلك الصوم والزكاة وهي عبادات وألزم الهازل العتق والنذر كما ألزموه بالنكاح والطلاق والرجعة وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ومعلوم أن الهازل من حيث هو هازل لا قصط له في إيقاع ما هزل به وفي مذهب مالك في من رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر أن صومه صحيح ومن سلم من اثنتين يعني من ركعتين في صلاة الظهر ظاناً التمام أي تمام الصلاة فتنفل بعدها بركعتين ثم تذكر أنه لم يتم أجزأت عنه ركعة نافلة عن ركعتين فريضة فجميع هذا ظاهر في صحيح العبادة مع فقد النية فيها حقيقة اثنين في الزكاة الممتنع عن إخراجها فيخرجها السلطان منه بالقوة وتجزي عنه ولو لم ينوي ثلاثة في الحج إذا لبى المسلم بحج أو عمره ولم ينوي فإنه ينعقد ويلزمه ما سمى أي ما سمى من حج أو عمره لأنه التزمه بالتسمية وكذلك لو لبى مطلقاً إن عقد الإحرام مطلقاً أربعة في الند لا يكفي في إجابة النية بل لابد من التلفظ بها في الوقف ولو مسجداً لابد من اللفظ التالى عليه في غير العبادات كالطلاق والعتق فلا يقعان بالنية بل لابد من اللفظ فهذه مسائل مستثناه من قاعدة الأمور بمقاصدها خاصة وأن العبادات لا تصح إلا بالنيات عزيزي التارس كان ذلك عن أمثلة من استثناءات القاعدة والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها ما هي أهم مباحث هذه القاعدة عزيزي التارس سنتناول في هذه الفقرة ما يلي واحد ما يفتقر إلى القصد وما لا يفتقر اثنان القصد المعتبر في الشرع ما كان موافقاً لقصده في التشريع ثلاثة محل القصد وإليك توضيح ذلك مبتدئ بأولاً ما يفتقر إلى القصد وما لا يفتقر أعمال المكلثين إما مطلوبة أو مباحة ولما كان المباح لا يتقرب به إلى الله تعالى فلا يفتقر إلى النية إلا إذا قصد المكلث الثواب عليه فإنه يفتقر إلى النية كالأكل يقصد به التقوي على طاعة الله عز وجل وهو من المباحات وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك يعني في فمها والمطلوب من الأعمال إما مطلوبة الترك أو مطلوبة الفعل المطلوبة الترك هي النواهي وفيها أن الإنسان المكلف يخرج من عهدتها وإن لم يشعر بها فضلاً عن القصد إليها ومن ثم فلا تفتقر إلى النية إلا إذا شعر المكلف بالمنهي عنه ونوى تركه لله تعالى فإنه يحصل له مع الخروج عن العهدة الثواب لأجل النية لأنه ترك من أجل ماذا؟ من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل التزام النه ومن ثم النية شرط في الثواب لا في الخروج من العهدة باء المطلوبة الفعل هي الأوامر وهي على قسمين من حيث افتقارها إلى النية الأول ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الدين والودائع والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب فإن المحصلة المقصودة من هذه الأمور انتفاع أغبابها وهي تتحقق بمجرد انتثال الأمر ولا تتوقف على قصط الفاعل لها أو الفاعل لها فيخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم ينوها الثاني ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته أي المصلحة المقصودة منه كالصلوات والطهارة والصيام والنسك فإن المقصودة منها تعظيم الله تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها وذلك إنما يحصل إذا قوسطت من أجله سبحانه وتعالى فهذا القسم هو الذي أمر فيه الشرع بالنيات جيم النية للتفريق بين ما هو عبادة وما هو عادة مثل الوضوء والغسل إتردت كل منهما بين التنظيف والتبرد فهي عادة والعبادات لمن يريد الصلاة أو فعل ما يجب له الوضوء والغسل وكذلك الإنساك عن المفطرات إتردت بين أن يكون للحمية أي التداوي فهو عادة وللصوم فرضا أو نفلا فهو عبادة إذن النية مسألة رئيسية في كل عمل ودفع المال للغير قد يكون هبة أو صلة لغرض دنيوي فهذا عادة ولا يفتقر إلى النية وقد يكون قربه كالزكاة والصدق والنذر والكفارة ونحن ذلك تفتقر إلى النية لكي تكون عبادة كل أعمالنا المباحة إذا نوينا بها إرضاء الله تتحول إلى عبادة دال النية بين ما هو واجب وغير واجب لأن من العبادات ما هو فرض ونذر ونفل فشرعت النية للتمييز بين هذه العبادات بعضها عن بعض وفي العبادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروف والحرام والصحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكام يفتقر إلى النية بتحديد نوع الحكم في العبادات وبالجملة فالعمل الواحد يقصد به أم فيكون عبادة ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك كد يكون عادة بل يقصد به شيء فيكون إيمانا ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا كالسجود لله تعالى وللأصنام فهو سجود في النهاية لكن عندما يكون للأصنام كفر وعندما يكون لله عز وجل هو عبادة وإيمان ثانيا القصة المعتبر في الشرق ما كان موافقا لقصته في التشريع الشريعة الإسلامية موضوعة لماذا؟ لمصالح العبادة على الإطلاق والعموم والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله وأن لا يكصد خلاف ما قصد الشارع ولأن المكلف خلق لعبادة الله تعالى وذلك راجع إلى العمل وفق القصط في وضع الشريعة وأيضا مكصد الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيات وهو عين ما كلف به العبد فلابد أن يكون مطلوبا بالقصط إلى ذلك وإلا لم يكن عاملا على المحافظة على ذلك لأن الأعمال بماذا أيها الدارسون والدارسات الأعمال بالنيات وأقل هذه الخلافة المستضاعة تكون على نفسه ثم على أهله ثم على كل من تعلقت له به مصلحة ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته وقال الله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والمطلوب من العبد أن يكون قائما بالخلافة يجري أحكامه ومقاصطه مجاريها وهذا بين واضح أما من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وصار عمله في المناقضة باطلا لأن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد فإن خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولفت بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده يعني الخلفاء الراشدون سننا الأخذ بها تصطيق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مكتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفهم اتبع غير سبيل المؤمنين ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا نسأل الله أن يقينا جهنم وتأتي صور الموافقة والمخالفة على حالة مختلفة بالنسبة للفاعل وقصته من حيث الاعتبار الشرعي وعدم اعتباره ونلخصها في الآتي واحد فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون موافقا وقصته الموافقة كالصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها يقصد بها امتثال أمر الله تعالى وأداء ما أوجب عليه أو ندب إليه وكذلك ترك الزنا والخمر وسائل المنكرات يقصد بذلك الامتثال فلا إشكال في صحة هذا العمل وقوله صلى الله عليه في صحة هذا العمل أيها الدارسون وقبوله عند الله عز وجل اثنين وإما أن يكون مخالفا وقصته المخالفة كترك الواجبات وفعل المحرمات قاصدا لذلك فهو أيضا ظاهر الحكم أنه باطل وصاحبه مأزور عند الله تعالى ثلاثة إما أن يكون الفعل أو الترك موافقا إلا أنه عالم بالموافقة ومع ذلك قصته المخالفة كمن يصلي رياءا لينال دنيا أو تعظيما عند الناس ليدرأ عن نفسه القتل وما أشبه ذلك فهذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية التي جعلت مقاصد وسائل لأمور أخرى لم يقصد الشارع جعلها لها فيدخل تحته النفاق والرياء والحيل على أحكام الله تعالى وذلك كله ماذا؟ طاطل لأن القصط مخالف لقصط الشارع عينا فلا يصح جملة أربعة إما أن يكون الفعل أو الترك مخالفا والقصط موافقا فهو إما أن يكون مع العلم بالمخالفة والآخر أن يكون عن الجهل بذلك فإن كان مع العلم بالمخالفة فهذا هو الإبتداع كإنشاء العبادات المستأنفة والزيادات على ما شرع مع نوع من التأويل فهو مذموم حسب ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ثالثا محل القصط أين محل القصط؟ هو القلب هو محل النية من المكلف القلب في كل موضع لأنه محل العقل والعلم والميل والنفرة والاعتقاد ولأن حقيقتها القصط ومحل القصط القلب ولأنها من عمل القلب يعني هذه الأعمال هذه حقيقتها هي إيش حقيقتها؟ النية القصط أين محل هذه النية؟ في كل عبادة محلها القلب يقول تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فالإخلاص هو عمل القلب وهو محظ النية وذلك بأن يكصد بعمله أنه لله تعالى وحده وقال تعالى أَثَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٍ يَعْقِلُونَ بِهَا وقال ما كذب الفؤاد ما رأى وقال سبحانه أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ وقال ختم الله على قلوبهم ولم يضف الله تعالى شيئا من هذه الأمور إلى الدماغ أي العقب بل القلب ويترتب على أن النية محلها القلب أصلا الأول لا يكفي اللفظ باللسان دون القلب والقلب فالعبرة بما في القلب فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التذرط صح الوضوء أو عكسه فلا وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر أو بقلبه العصر وبلسانه الحج مثلا وبلسان الحمرة أو عكسه صح له أين ما في القلب اعتبار الأعمال بما في القلب هذه قاعدة رئيسية قال الفقيه الأصولي الدرديري أو الدرديري إن خالف لفظه نيته فالعبرة في النية بالقلب وهذا إن وقع سهواً أما إن وقع عمداً فمتلاعب تبطل صلاته وحجه وغير ذلك وفي الأشباه والنظائر لابن نجيم من لا يقدر أن يحضر أو يحضر قلبه لينوي بقلبه أو شك في النية يكفيه التكلم بلسانه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولا يؤاخذها بالنية حال سهوه لأن ما يفعله من الصلاة فيها يسهو فمعفو عنه وصلاته مجزئة وإن لم يستحق بها ثواباً الثاني أنه لا يشترط معنية القلب التلفظ في جميع العبادات ولا يعتبر باللسان والخلاف بين فقهاء المذاهب في استحباب التلفظ أو سنيته أو كراهته قائم والراجح لا يستحب إلا في حق من لم تجتمع عزيمته كالموسوس لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحاب التلفظ أو وأصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولم ينقل عن الأئمة الأربعة معلوم الأئمة الأربعة الذي هم الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أما في غير العبادات فقد يقبل اللفظ المجرد دون النية وعدته خروجاً عن هذا الأصل مثل النذر لا يكفي في إيجابه النية بل لابد من التلفظ به والوقف كذلك ولو مسجداً لابد من التلفظ التالى عليه والطلاق والعتاق فلا يقعان بالنية بل لابد من اللفظ ومما خرج عن هذا الأصل حديث النفس لا يؤخذ به ما لم يتكلم أو يعمل به كما في حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما تحدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به والذي يقع في النفس من قصة المعصية أو الطاعة على خمس مراتب واحد الهاجس وهو ما يلقى في النفس وهو لا يؤخذ به إجماعاً لأنه ليس من فعله وإنما هو شيء ورد عليه لا قوة له ولا صنع اثنين الخاطر وهو ما يجري في النفس وهو بعد الهاجس وهو ما كان قادراً على دفعه بصرف الهاجس أو بصرف الهاجس أول وروده أول ما يأتي إلى خاطره أو إلى عقله ثلاثة حديث النفس وهو ما يقع في النفس من التردد هل يفعل أو لا يفعل وهذان مرفوعان بالحديث الصحيح وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بالأولى وهذه الثلاثة لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجل لعدم القصط أربعة الهم وهو ترجيح قصط الفعل ففي الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة تكتب حسنة والهم بالسيئة لا تكتب سيئة وينظر فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة خمسة العزم وهو قوة القص والجزم به فالمحقق على أن العبد مؤاخذ به إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بالمقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه عزيز التارس كانت تلك أهم مباحث هذه القاعدة والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصطها عزيز التارس سنتناول في هذه الفقرة ما يلي القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصطها واحد لا ثواب إلا بنية اثنين قاعدة العبرة في العقود بالمقاصط في العقود ضع خط تحت العقود العبرة في العقود بالمقاصط والمعاني لا بالألفاظ والمباني طبعا المباني ما بني من الألفاظ عبارات حتى يطبع كلمة مبنى في اللغة يعني جملة ثلاثة قاعدة مقاصط اللفظ على نية اللافظ وإليك عزيز التارس توضيح ذلك مبتدئ بلا ثواب إلا بنية هذه القاعدة عزيز التارس تبين بيانا واضحا الفرق بين العمل الذي يبتغي أو ابتغى به وجه الله وثوابه وما لا يكصد به ذلك وإن كان ظاهره أنه طاعة وعبادة وهنا لا بد من التنبيه على أن من الضروري استحضار نية الاحتساب وطلب الأجر والثواب من الله تعالى على كل عمل صالح حتى لو كان واجبا فإن الإنسان قد يعتاد فعل الواجب فيصير عنده كالعادة فيفعله دون أن يستحضر أن هذا الفعل قرب لله تعالى يرجو به ثوابه وجنته وإنما يكون قصته إسقاط الواجب وإبراء الذمة منه ففي هذه الحالة تسقط عنه المطالبة بالواجب إذا فعل ولكن لا يحصل له الأجر والثواب المرجوء من مثل هذه الطاعة ويدل على ذلك ما ذكرناه من أدلة أصلها السابقة والتي منها حديث عمر رضي الله عنه المرفوع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كان تجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان تجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومما يخص الاستدلال به على هذه القاعدة قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هؤلاء المضعفون ومن السنة حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في الجنة وفيه بيان أجر من بنى لله مسجدا ابتغاء ثواب الله تعالى ومرضاته وأن الله عز وجل يجزيه بأن يبني له بيتا في الجنة أما من بناه ابتغاء يقال عنه منفق وجواد ومحسن فهذا ليس له ثواب في هذا الفعل ومن أمثلة هذه القاعدة أيضا سداد الديون واجب وكذلك النفقة على من يعولهم من زوجة وأولاد وما يملكه من دواب ورد المغصوب كل ذلك واجب وتبرأ الذم منه بمجرد فعله وتسقط المطالبة به ولكن الثواب يحصل متى؟ لفاعل هذه الأمور وإن كانت واجبة رجاء الثواب الله تعالى فيؤدي الديون والحقوق التي إلى أصحابها لأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك فهو يرجو بفعله قبل أن يعطي حقوق الناس إرضاء الله سبحانه وتعالى وثوابه والدار الآخرة وكذلك المنفق على الزوجة والعيال يكون قصه بذلك الإنفاق طاعة لله عز وجل وابتغاء مرضاته وثوابه لا مجرد إسقاط المطالبة والمؤاخذة والفرار من الملامة أو الملامة ثانيا قاعدة العبرة في العقول بالمقاصر والمعاني لا بالألفاظ والمباني هذه القاعدة يعدها العلماء جزء من القاعدة الأمور بمقاصطها فتلك كلية وهذه أو تلك يعني عامة وهذه خاصة فتكون فرعا منها والمراد بالمقاصد والمعاني ما يشمل المقاصد التي تعنيها القرائن اللفظية التي تجد في عقد فتكسبه حكم عقد آخر فانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة وانعقاد الحوالة بلفظ الكفالة إذا اشترط فيها براءة المديون عن المطالبة أو عدم براءته وما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم فإنها معتبرة في تغييد جهة العقود ومعنى ذلك أن العقود وما يشترط لها صيغ معينة لم يرد الشارع بذلك وإنما المعتبر في العقود هو قصط المتعاقدين وليس المعتبر ما يتلفظان به وعلى هذا فلا يشترط لكل عقد صيغة معينة في إيجاب وقبول بل إن العقد ينعقد ويحصل بما يدل عليه من أي قول أو أي فعل يسطر من المتعاقدين يدل على مراد كل منهما ما دام العرف بين الناس يجري بمثل هذا التصرف وهذه القاعدة المرادة أو المراد بما ذكرنا ليست محل اتفاق بين الفقهاء وقبول وإنما هي محل اختلاف بينهم ذكره شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله في كتابه القواعد النورانية وأجمل اختلافهم في ثلاثة أقوال نلخصها في الآث الأول ما ذكرناه سابقا وهما يدل عليه أصول مالك وظاهر مذهب أحمد والمرجح عند شيخ الإسلام بن تيمية الثاني أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ والعبارات وهي الإيجاب والقبول سواء في ذلك البيع والإيجارة والهبة والنكاح والوقف والعتق وغير ذلك وهو ظاهر القول الشافعي رحمه الله وهو قول في مذهب أحمد الثالث أن العقود تصح بالأفعال ولو خلت عن القول فيما كثر عقده بالأفعال كالبيوع في المحقرات أي الأمور البسيطة وكالوقف في مثل من بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه وكبعض أنواع الإيجارة كمن دفع ثوبه إلى غسال أو خياط يعمل بالأجرة ونحن ذلك فإن هذه العقود تنعقد بالأفعال الدالة عليها وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة أي الأصول الأفقهية عنده وهو قول في مذهب أحمد وجه في مذهب الشافعي والقول الأول هو المعتمد على القاعدة والمفرع لها بهذه المسألة والذي يستند له بآيات وأحاديث كثيرة منها في القرآن الكريم ما جاء في النكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء وفي البيع وأحلى الله البيع وفي الهبة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وفي التجارة البيع والشراء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وفي الإيجارة فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وفي الرجعة والطلاق فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف والدلال من هذه الآيات أنه اكتفى بالتراضي في النكاح والبيع وبطيب النفس في الهبة وبالإرضاع في استحقاق الأجر وبالإمساك أو التسريح في الإرجاع أو الطلاق ولم يشترط أو لم يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس وعلى الرجعة والطلاق واستحقاق الأجر في الرضاق أما ما يستدل به من السنة على هذه القاعدة فأحاديث كثيرة نكتفي منها بالآتي أن رسول صلى الله عليه وسلم بنى مسجدا والمسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته إذ لم يأمر أحدا أن يقول أثناء بنائه المسجد وقفت هذا المسجد ولا ما يشبه هذا اللف بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فعلق الحكم بنفس بنائه فهذا وقف ولم يرد ما يدل على الشراط لفظ معين كذلك حديث بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر من الإبل صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر أو فيزجره عمر فيرده ثم يتقدمه فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عمر أو يا عبد الله بن عمر تصنع به ما تشاء هذا الحديث بيع وشراء حديث باع عمر بعيره للنبي صلى الله عليه وسلم ثم وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر ولم يسطر من ابن عمر لفظ قبول فهذه هبة وقد لزمت بقبض ابن عمر الهبة دون أن يتلفظ بصيغة القبول بل اعتبر فيه القص والمعنى وكان صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه فيكون قبض الهدية قبولا لها دون اشتراط صيغة يتلفظ بها المعطي والآخذ كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه ما قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وإضبا ودويبا من الحشرات يشبه الورل فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تكذرا وهذه القاعدة عزيزي تارس تجري في كثير من العقود بين الكفالة والحوالة وبين البيع والهبة وبين الهبة والإجارة وبين الهبة والإقالة وبين الهبة والقسمة والتوضيح ما نقصد من هذه القاعدة نذكر لك عزيزي تارس الأمثلة الآتية واحد لو اشترى شخص من بقال رضلا من السكر وقال له خذ هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن فالساعة أو ما تكون أمانة عند البقال بل يكون حكمها حكم الرهن وللبقال أن يضعها عنده حتى يستوفي بينه فلو كانت أمانة كما ذكر المشتري لحق له استرجاعها من الباع بصفتها أمانة يجب على الأمين إعادتها مثال الثنين لو قال شخص لآخر وهبت لك هذا الفرس أو الدار بمئة جنيه فيكون هذا أو بمئة ريال فيكون هذا العقد أو هذا العقد عقد بيع لا عقد هبة وتجري فيه أحكام البيع فإذا كان المبيع عقارا تجري فيه أحكام الشفعة وغيرها من أحكام البيع المثال الثالث لو قال شخص لآخر قد أعرتك هذا الفرس لتركبه إلى مكان كذا بخمسين ريالا فالعقد يكون عقد إيجار لا عقد إعارة رغما من استعمال الإعارة في العقد لأن الإعارة هي تمليك منفعة بلا عوض وهنا يوجد عوض ثالثا قاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ هذه القاعدة أحد فروع قاعدة الأمور بمقاصدها وهي تعني أن اللفظ يعتبر فيه قصد المتلفظ به إلا في واحدة وهي اليمين أو هو اليمين عند القاضي على نية من استحلفه دون الحاله إن كان موافقا أو في الاعتقاد كما في حديث أبي هريث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصطقك عليه صاحبك وفي رواية يصطقك به صاحبك وفي طريق آخر للحديث اليمين على نية المستحلف وهذا مجمع عليه والألفاظ الصريحة لا نحتاج أو لا تحتاج في الغالب إلى سؤال المتكلم عن المراد منها لأنه بين مثل الطلاق والنكاح والرجعة ولورود النص في ذلك ففي حديث أبي هريث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدتهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وقال حديث حسن غريب ولعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الألفاظ المحتملة لعدة معان فإنه لا يمكن معرفة مراد المتكلم بها إلا بعد سؤاله عن قصته بها وكذلك فإن هذه القاعدة تعني أن المؤاخذة إنما تكون على قصة اللافظ من لفظه وخاصة فيما يتعلق بأمور الإيمان والاعتقاد فإن المتلفظ بالكفر لما كان مكرها عليه ألجى إليه وقلبه مطمئن بالإيمان لم يؤاخذه الله على التلفظ بكلمة الكفر بل عثى عنه قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالمتكلمين شكرا 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 شكرا